السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلين يوم ان شاء الله سنشارك معكم جد الوصفات سان غلوتان سوف نرى واحد المثمن بورقة الروز سهل ممكن توجده بسرعة ترفقه بيه الشرب سنشارك معكم كذلك واحد الكيش سان غلوتان اول حاجة هنا سوف نوجده ان شاء الله الكريمة التفاح سوف نشاركها معكم بطريق اخرى نحن نضير معها واحد عصير حبتين بورتقال ممكن نضيره حتى تبشر القشرة غير ذيك البرتقالية انا بغيتوا المضاء القوي ديال البرتقال احنا كتبقوا تطيبوا فيها حتى تنشف تماما من السوائل اللي كين في التفاح ولا بنسبة التفاح اللي عندكم انا قدر تقريبا شجوش كيلو سوف تبقوا تنشفوا فيها حتى تجي مع الكون نشفة وسوف تقدروا تحتفظوا بها هكذا يعني تديروها في القريعة حتى تبرد وتحتفظوا بها هكذا انا هنا قد نزيد له واحد باش نجيغانية اكتر اضطل هنا واحد معلقة كبيرة ديال زيت جوز الهند اللي ممكن تعودوه ملعقة ديال زيت زيتون او ملعقتين اللي ماشي ضروريين في الوصفة هاد الوصفة هدي تحتفظوا بها في التلاجة كتبقى عندكم اسبوع في التلاجة انا هنا اليوم اختارت انا نغنيها اكتر فازدت لها مكسرات ممكن تزيدوا لها اللوز محمر و مطحون ممكن تزيدوا لها كوكو على حسب الضوء ديالكم ممكن تزيدوا فيها حتى الكارو حتى اوك يجي فيها مزيان يكون محمر صافي و كتخلطوا مزيان و كتحتفظوا بها كيف قلت لكم اما كتحتفظوا بها كدك بدون مكسرات او بالمكسرات كتديروها في واحد القريعة ممكن تستعملوها تلسقو بها لبيسكويت ممكن تدريها في الكيكة يعني في كحشوة فوق من الكيكة وعد دخلها الطيب يعني ممكن كتزيد تعلك مازالو كتزيد تعطي واحد المضاق زوين يعني عندها بزاف ديال الاستعمالات ممكن كذلك انك غير تفرقي بها الكيكة يعني على شكل كريمة هي كتجي كريمية و المضاق ديالها زوين و المضاق ديالك تقدري تتحكمي فيه يعني عندما توجدك الضوقة تشوفي لها خصك تزيدي فيها القرفة الفانيش و شوفي انتي شنو بيتي تزيدي فيها على حسب الضوقة ديال كل واحدة انا غد اندوزوا باش نوجدوا كل مسيمنات غدا نعمرهم بهذه الحشوة انا عندي عصير ديال حبة برتقال غنزيد ليه هنا بيضة و غدا باش نزول ديالك زفورة ديال البيض غدا ندير واحدة الملعقات هاد الفانيش الموجده في الدار ممكن تدير القرفة ممكن تدير اللي بغيتي مهم خشي حاجة باش تزول ديالك ممكن تدير الحامض في بلاسة عوض ما تدير البرتقال هنا ندرس واحدة رشيشة ديال الملحة باش خستك تقضيع لديك ممكن كذلك في هذا الخليط هذا تزيد واحدة القطيرة ديالك و هذه هي الورقة ديال الروز اللي انا ديم كتسولوني نوريكم لمبالج ديالها هي اللي غدا نستعمل اليوم غدا نرقدها هنا ومزيان تكون عندكم هاد الورقة نهار اللي تكونوا مزرو بنا راه دغيتي وجد هاد شي تعمروها بش ما بغيتو بتديروها ممكن تديرو بات البسطيلات يلا بغيتو ممكن تديرو بها كذلك تعمروها بالخضرة اللي بغيتو مهم بلا وجدتها مرة اخرى نعن شاركه معكم ان شاء الله سوف يونا غدا نعمرها باد الحشوه هدي ديال ديال تفاح هنديرو معاشكل المسمنات ساهلين ماهلين تلصق بسهولة وكتجي مسمن كي يجير طب ممكن تديرو احتاج وجود ورقات ولكن انا كنت تنظير عورقة فهاد هاكا تكون شعدك يعني عجينة الروز كثيرة وكتجي خفيفة وهي وصفة اللي يتمنى غير وحيدة ولا جوجره لا تزيدك في الوزن سافي انا زلت لها هنا زنجلان كي يعطي منطر ومضاق وفيه منفعة كثيرة هنا غدا ندهنوا بوحد شوية زيت زيت زيتون وغدا ندخلهم في الفران درجة الحرارة ميتين ندرت بحالي غنطيب البيتزا سافي ضغيتي يتحمروا لان خاص الطيب لكغر الورقة سافي احنا بنسبلها تشربة رفيتة شاركتها معاكم انا تشاهيت ندير هادي بالضبط يعني هادي كانت من يعني كنت عن اللي كنت نزلتها المرة اللولى ورا نزلتها لك شحال من المرة يعني فيها سفرجل الى اخير مهم رادة برا كيني بزاف اللي داروها وانو كبلا ما نعود نضيع عليكم الوقت نوريا لكم لاننا سافي ولازم شوورة بهادي اللي بسفرجل والقرعة كل شي ولك يديرها بالنسبة المثمنتها فيها هو جدد شوفوا المنظر دياله كي يجيز بين ما تقح كدالك غير هو كي يبغي يتكال غير يخرج من الفران يتكال وقيل لكي ولي يرطاب مهم على حسب طوحة الزوج ديالين كيعجبوه ملي ولا ورطبين عده وبغاهم بالنسبة ال الوصفة التانية فيها هنا ميتين جرام ديال ميتين جرام ديال العدس اللي ارقتوا لي لكام لا باش تخلصت من وغسلتهم جيد وده بغا نزيد لي شوية ديال الحار شوية ديال التوماء والملحة بطبيعة الحال وهنا غدا ندير واحد جوج معي لقات ندرت حتى الكامون جوج معي لقات ديال زرعة الكتان باش تشرب لي قاعدك السوائل اللي كان في في العدس العدس الحمر ممكن دير حتى العدس الاخور يعني ماشي مشكل غير قدية ليلة كاملة ندرت زيت الزيتون الملحة بطبيعة الحالة في تذكرتها سافي وغا نطحن هاد الخالط كامل الى انتي انا شوفه مازل جا شوية يعني على حسب يعني كل مرة وكيف اشكين شي مرات يجي مجموع وشي مرات هنجت لجينة سائلة وبما انني انا ملفة فقط استطعت انني انتحكم فيها الى ما قدرتش تحكمي فيها كما تزيد الى ملحة بودرة اللوز كوكا أو الروز اللي توفر عندك ممكن حتى الضغط ودقيقة ما قدرتش تحكمي فانا كانت نغير زيت الزيتون حتى تكون بقى تلصق خاصة غير تنشفوا اه سافي انا حيت زربانا يعني ما خليتها تنشف سرحت احنا كيف كتشوفو ولبغيتي كيني نجو دل طرق اما هالطريقة هادي اللي ساهلة اللي غن دير معاكم اليوم واما كالطيبة ده لباطه اللولا عاد كتزيدي الحشوة انا هالطريقة هادي كنفضل هادي لغن نشارك معاكم اليومه سريعة وكي يجين مضقة ازوين تهي كي يجين مضقة الهزوين سافي انا كانت كابش متنفخش ارا مدرت فيها لخميرة لتجي حاجة سافي غدا نوجد بالنسبة الحشوة لابا غاي كيف ما كيقولو لها لان هي وصفة فرنسية كديري فيها اللي بغيتي هاد الكيش يعني الاختراع دي الكيش وصفة فرنسية انا در ثلاثة دي الحبات دي الخيزو بصيلة الملحات لسط البيضات شوية دي الحريسة وغدا ندير كي اغن نسمها كلها بزعتر انا عاجبني يعني درت فيها زعتر كتير شوية إلا بغيتي تديري القصبر المعدنوس السيبولات اللي بغيتي بالنسبة الخيزو رغير محكوك هنا تقدري تديري حتى القرعة بهذه الطريقة هادي ما كتحتاجيش تديري مثلا لحليب لا تشيحاش اللي ان ديك الخضراء كتطلق ذا كلما يعني كتجير طبع هنا زيت الزيتون إلا بغيتي تديري الطريقة الاخرى ديكت تدخلي لبط الطيب يلو لوحد شوية فهنا قد تشحري الخضراء تشحري البصلاء تشحري رخيزو تشحريهم و تزيدي معهم كاز دي الياورت و كاز دي الحليب و كاز دي اللبن و الكفير و عدت خلطي كل شيء كتجير طبع إلا ما إلا مادرتشها فكتديري كيم مادرت انا و كتحتاجي تديري سي شيء لان الخضرة كتطلق ذاك المادية لها و مع البيض فكتجير الطبع صافي موهم كن نسرحو الخالطة هنا و كندخلوه الفران درجة الحرارة ميتين كنشعلوه من تحت والفوق كنتنضير الفرفارة هان نذرت شوية زنجلان باش نزيدها مادا كي أعطي حد مادا قزوين يجب ان تكون معدس الزنجلان هذا هو التغيير في الناس الذين لا يتم تحققوا البلوتين وفي نفس الوقت تكون أكل غني وسريع يمكن ترافق لك الشرب تصومي على الأيام نارق سائر وصومي على الولادات تكون تحقق وصفة متكاملة يجب ان تكون ماداق من القلب يجب ان تكون ماداق رائع وخفيفة وليس تقيلة في هذه الخراءة العادية هذه هي النتيجة بعد حمرتها وشتورة حمرات من تحت سافي خرجتها من الفران ونجعل واحدة تبرد ونقوم بوزها الشربة اللي شاركتا معكم شحر من مرة أتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم من الإعجاب ديالكم وإلى فيديو جديد إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله